ما هي الإجراءات أو ما هي الجدوى الأمنية من القيام بهذه الإجراءات كما تساءل البعض وهل الأمر يندرج اليوم تحت سياق وجود مافيات هي من تتسبب بهذه الإشكالية؟ هذا الموضوع طبعا هو من أجل أن نحلل ونحدد نقاط النجاح والفشل به الموضوع خطر لأنه قد يكون هناك أناس يتضررون وهم غير معنيين بهذا الموضوع مثل ما حصل بأول مرة عندما تم اعتقال بعض الأشخاص ربما هؤلاء كانوا على باب رزقهم بدايته لكن هذه المرة أعتقد الموضوع يختلف أعتقد شخصوا وهذا اللي أكدنا عليه بلقاءاتنا قلنا لهم لتعمل جهاز الأمن الوطني والاستخبارات الداخلية والمخابرات بداية عمل استخباري ويزرعون منتسبهم في هذه المناطق وضباطهم من أجل كشف الرؤوس الكبيرة فعلا اللي هي موجودة واللي هي تعمل مثل هذا العمل اللي غير مجازة احنا ما نتكلم على الشركات التي أعطيت إجازة من البنك المركزي ولديها موافقات أمنية المفروض أن هذا الموضوع يتابق في هذا السياق لذلك هذا الموضوع سلاح ذو حد من أي نقطة من نقطة أنه موضوع يحد من صعود الدولار يبدأ المهربين بالتخوف من هذا الموضوع يبدأ بأنه يحسب حساب خاصة مثلا يوم أمس المكتب تروحنا مليون دولار ليست بالسهلة أو البسيطة هذا الموضوع مثلا مهم جدا لكن لا نريد أن يظلم البعض في هذا الموضوع يعني يجب أن تكون هذا الموضوع مبني على معلومات استخبارية دقيقة من أجل أن يكون التنفيذ دقيق يعني نحن نقدم على خطوة ثم تأتي بها سلبيات أو أمور كثيرة أو يذهب أناس مظلومين يذهبون قيد الاعتقال لذلك يجب قبلها أن تزرع عناصر من الاستخبارات المخابرات داخل هذه الأسواق والبورصات ثم بعد ذلك وأكيد وأنا قلت لهم في وقتها ثم دخلنا يوم واحد عرفنا القصة فلذلك أكيد سيفهمون ماذا يجري ومن المتحكم ومن المهرب ومن الذي يريد تجميل الاقتصاد لذلك شوفوا الدولار صعد لأنه توقفت عمليات التهريب في هذا الموضوع بالإضافة إلى الأسباب الرئيسية استخدام المنصة الإلكترونية لذلك تدخل الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع يجب أن يكون بحذر شديد يجب أن يكون بحذر شديد إحنا بعد 2003 أصبحت أسواق الدولار مفتوحة في البورصة في السموئل في الكفاح في الحارثية مفتوحة تريد تبيع دولار تشتري دولار وبالتصار بمفتاحة في هذا الموضوع فلذلك أنت تأتي الآن وتضغط باتجاهها خاصة أنت أعطيت شركات صيرفة أعطيتهم وعطيت بنوب أعطيتهم إجازات واضحة الإجازة ب500 مليون دينار عراقي نص مليار مو سهلة يعني والآن ارتفعت لأن هذه الشركات تدخل في مزاد العملة تدخل في مزاد العملة وتشتري دولار 147 مثلا أو 146 وتبيعها بأسعار عالية في اعتيادي صارت شركات هذه والبنوك تستفيد أكثر من هذا الموضوع لكن أن تهرب أو تهرب هذه الأموال هو هنا الخطأ وإحنا التهريب عندنا مفتوح يعني خلينا نكون واضحين التهريب مفتوح نعم